لا شك أن التصوير والترويج للمناطق المهمشة يدعم قطاع السياحة فيها بشكل عام ويسهم أيضا في تعريفنا بكنوز الأردن الطبيعية الخلابة في مناطق متعددة في الطفيلة شباب يملكون موهبة التصوير الفوتوغرافي فصخروا هذه الموهبة وعدساتهم لخدمة المحافظة بدأت عام 2013 في التقاط الصور الفوتوغرافية عن طريق هاتف المحمول وبعد فترة طورت حالي وجبت كاميرا احترافية بلشت أن أروج للمناطق السياحي في المناطق في الطفيلة مثل قرية الظانة ومحمية الظانة الطبيعية استغلت هذه الوجود المحمية وقرية الظانة وجماليتها في ترويج الأماكن السياحية والحيوانات النادرة الموجودة في المحمية فعملت أول معرض دين كان وداية الشتاء بعدين بلشت أنشر صوري ومع أماني الفنية هاي أنا مواقع التواصل الاجتماعي بيوم من الأيام كنا مجموعة شباب فتوجهنا لقلعة السلع الأثرية للمحافظة الطفيلة فعملنا هيك وجبة اللي هي وجبة المنسف الوجبة الأردنية فقعدنا كانت على سفح جبل ويجت حتى ترتيبها صدفة ما بين الإبساط وما بين القاعدة وما بين الأكل وكذا فصورنا هاي الصورة برمضان فنزلناها على صفحتنا على الفيسبوك فاتفاجأنا أن الصورة يوم بعد يوم قاعدة بتنتشر والصورة كثير لقيت إعجاب وصارت تنزل على غروبات وكانت الصورة على مستوى محلي تنبث على مواقع وبرضو حتى على مستوى عالم وعلى مستوى عربي يعني كثير مواقع برا الأردن وجو الأردن صارت تنزل هاي الصورة ولقيت كثير إعجاب موسيقى